فريق الشرطة لا يقل عن مقدمة آسيا بالنسبة لديها واللي قدمه بالمباراة السابقة المباراة الأولى كانت جيدة نوعا ما المباراة الثانية قد يكون النتيجة غير متوقعة لكنها طبيعية بما يمتلك فريق الهلال من عناصر وعناصر كلها على مستوات عالمية عالية جدا ربما رقم الخمسة غريب على الجماهير ومزعج للجماهير لكنها كرة قدم كله أحسن الفرق تتعرض لهذه النتائج يعني تشوفها منطقية كافت لي أنه يكون زعل من جماهير الشرطة على الفريق على الخسارة اللي حصلته ورح نناقش طبعا مؤتمر رحلت صلاح وتصريحه تشوفها منطقية في ظل الفوارق الفنية بين الهلال والشرطة الجمهور يحزن طبيعي بس يزعل لا مو منطقي هذا زعل مو منطقي أولا فريق الهلال فريق كبير فريق قيمة التسويقية والفنية عالية هناك فرق قيمة التسويقية عالية لكن قيمة الفنية متدنية وبالعكس هناك فرق قيمة التسويقية ضعيفة قيمة الفنية عالية فريق الهلال قيمة التسويقية وقيمة الفنية عالية جدا يعني اللاعبي وعناصره من أفضل اللاعبين بالدوريات الكبرى العالمية وهذا معروف بالنسبة للمدربين ونتيجة الخمسة صفر تعرض لها أحسن الفرق بالعالم من البرازيل على مستوى المنتخبات وألمانيا إلى الأندية برشلونة وريال المدريد كلها تعرض لها هذه النتائج والموضوع أنه كونك تحزن هذا جدا طبيعي أنت تحف فريقك وخسر لكنه تزعل وليس منطقية عليك أن تساند فريقك إلى آخر لحظة من البطولة وبكل المشاركات وبكل المباريات بغض النظر عن النتاج يحزن حقك الطبيعي عاتب اللاعبين بطريقة مؤدبة مهذبة وجماهر الشرطة كلهم مؤدبين ومهذبين اطرح وجهة نظرك إذا عندك وجهة نظر مقبولة للمستمع وللمتخصص ما تزعل فشنو موضوع لا منطقي والمباريات اليوم غد هي بملعبك وملعبك هي حضوض حضوض خمسين بالمئة من الثلاث نقاط هي الآن في جعبتك فبدون الدعم الجماهيري أعتقد راح أتقل هذه الحضوض فعلى الجمهور أن يدعمه ويحضر ويساند حتى ليس جمهور الشرطة جمهور الفرق المتبقية الاعتبار للمباراة في ملعب كربلا وملعب كربلا ربما سيحتضن مباريات دولية فالدعم مطلوب من جميع الجماهير والشرطة الآن هو يمثل كرة القدم العراقية في هذه البطولة فالدعم مطلوب والزعل غير منطقي وغير مطلوب طيب